يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 النهاردة شفت بعض الناس كتبع على السوشيال ميديا مش النهاردة بس يعني كم يوم اللي فاتوا مش كنا نبقى في كاس العالم ده ده احنا كنا قريبين جدا ده احنا كان هيبقى في جماهير كتيرة بتبلا المدرجات ده احنا كنا هنشوف مساندة للمنتخب المصري مشوفناهاش قبل كده ده احنا كنا هنلعب في مجموعة ممكن يعني نشد فيها شوية ده احنا ده احنا لو 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 كتير بص اكيد كل كاس عالم بمنشاركش فيه انا من زمان يعني اول كاس عالم وعيت عليها وبدأت افرج عليك ان 94 94 98 و2002 و2006 و2010 و2014 كم بطولة كاس عالم الواحد شافها وكل بطولة كان يتحصر ويقول ياه نحنا كنا على وشك ياه لو شاركنا في البطولة دي كل مرة استثناء طبعا 2018 طيب اللي حصل حصل وعادة من من 94 زي ما قلت لك ياه البطولة اللي بفرجت عليها دي لحد ما وصلت لـ 2018 كان بعد كل تصفيات بنقول نفس الكلام اللي هو من نوعية ايه لابد من تطوير الكرة المصرية لابد من فتح باب الاحتراف للعبين لأوروبا لابد من تطوير قطاعات النشئين لابد من وجود مسابقة محلية قوية كلام من النوعية دي كنت بسمعه كتير وسمعته وقلته بعد ما خرجنا من التصفيات الأخيرة أمام المنتخب السنغالي وهي فرصة وإحنا داخلين على كاس العالم إن إحنا ننشط الزاكرة وما ننساش أصلاحنا ما بنفتكرش الكلمتين اللي أنا قلتهم دول إلا وإحنا خسرانين بعد المباراة على طول بعد التصفيات على طول بعد ما نتصدم على طول نفتكر الكلمتين دول وبعد كده الوقت بياخدنا وبننسى ونلف في نفس الدائرة طيب عشان ما يبقاش الكلام كئيب أو تشاؤمي إحنا فعليا نخلنا خطوات لفكرة المشروع ده لأول مرة يبقى معنا عقد لمدير فن المنتخب مصر الأول مدت أربع سنين برافو برافو إن شاء الله ينجح ويتقلق ويبدع مع منتخب مصر أربع سنين دي تخلي مدرب يعمل مشروع لمنتخب طيب هل هي دي الحكاية عشان بس في بعض الناس وبعض المسؤولين عن الكرة المصرية متصورين إن المشروع بس إنك تتعاقد مع مدير فني لمنتخب مصر الأول لمدة طويلة لا ده جزء وأصغر جزء في المشروع كمان طيب إحنا محتاجين إيه محتاجين فعليا وحرفيا إنه يبقى فيه تطوير حقيقي لكتاعات الناشئين في الكرة المصرية بس بجد مش بهزار يبقى فيه لوائح لوائح حقيقية بتمنع المجملات في قطاعات الناشئين على مستوى اللاعبين والاختبرات والحاجات اللي بتحصل فيها وعلى مستوى المدربين اللي بيدربوا أو بيديروا الأعمار السنية دي محتاجين تطوير في ده محتاجين بالمناسبة إحنا قلنا هنجي المدير فني لاتحاد الكرة أجنبي وده ما حصلش ونسينا برضو ونسينا مش مين بقى مين بديل أجنبي ده مين اللي بيعمل ده دلوقتي مين اللي بيطور ده دلوقتي في دكتور جمال محمد علي ده مسؤول عن اللجنة المدربين في اتحاد الكرة بس مش مدير فني لقطاعات المنتخبات والأمور الفنية اللي ده اتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية مفيش مفيش تمام قلنا هنفتح الاحتراف الخارج ده من سنين من سنين طويلة قلنا بقى ايه عايزين تسهيلات وأمور وخلافه هل خدنا خطوات في هذا الأمر هل مثلا مثلا انا بقول فكرة عشان بس اقولك الناس المفروض تقعد تفكر ازاي دلوقتي مش هقولك يفكروا زي انا بس بديك اللاين اللي الناس تفكر فيه هل انا قلت مثلا يعني لو الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي او المصري او البراميز او خلافه سابوا لعبين في أعمار صغيرة بأسعار مش كبيرة لأندية أوروبية احنا برضو لما النادي في مصر يجي له عرض اللعب صغير عنده 17-18 سنة يبقى عايز فيه خمسة مليون دولار فيش الكلام ده مفيش الكلام ده هو اخرك اخرك قوي عنده لو معجزة هتاخد فيه نصف مليون دولار لو اللعب ده معجزة تمام طيب انت بقى كاتحاد كرة او مسؤول عن الكرة في مصر بتعمل ايه بتعمل ايه بتيجي وتقول انا والله هديك شوية امتيازات او مميزات يعني انت النادي سين سبت لعيبك الصغير في مرحلة عمرية معينة انه يحترف والله مثلا انت الامور اللي بتدفعها لاتحاد الكرة في تعاقدات انت ليه جزء كده في التعاقدات واللعبين الانديا بتدفعها من الاتحاد الكرة فيه مستحقات يعني لاتحاد الكرة عند الانديا ممكن والله اشل لك جزء من مستحقاتك دي والله اشل هلك كلها والله لو طلع 3 ا 4 لعيبة انت مش هاخن منك حاجة اي حاجة اي حاجة تقول له والله لو حضرتك ما سبتش او ما عرفتش تطلع 3 ا 4 لعيبة انه هم يحترفوا مثلا في اوروبا كل سنة والله مش هاخليك تشارك في كاس الرابط مش هاخليك تشارك في كاس مصر ادي حاجات قوية جدا على الانديا انها تسيب اللعيبة دي تطلع برة لازم لازم ما قدام هم ما عملوهاش من نفسهم بوزع وطنية وخلافه يعني وانه كلها مصرية لازم يبقى تتطور يبقى شكلها كويس لازم انا بقى ايه ييمة ادهالهم بالحب يعني ازاي بقيت لك كده ديهم مميزات لو طلعوا لعيبة او افرض عليهم هذا الامر بعقوبات ما مش عقوبات يعني امتيازات ما برضو ليه علاقة بالمشاركة في البطولات اشتركوا في القناة